اشتركوا في القناة وتم قبولها في السنوات الماضية رئيس المجلس أحمد الأنصاري قال إن وزارة الأشغال وشؤون البلدية والتخطيط العمراني وفقت على تطبيق نظام الترميم القديم على الطلبات القديمة التي تم قبولها والموافق عليها ولكنها توقفت بسبب ميزانية المشروع أما الآن فقد تم قبولها جميعا والعمل جار على ترميم جميع هذه الطلبات على أن يتم تطبيق نظام المناقصات الزمنية على الطلبات المقدمة الجديدة هذا العام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر